بسم الله الرحمن الرحيم سنتناول في هذا الجزء من المحاضرات محورين أساسيين في عملية الاتصالات وهو موضوع الاتصالات وقنوات الاتصالات أولا موضوع الاتصالات نظر الموضوعات المتعددة التي يمكن لمدير أن يبادل في شأنها بالاتصال بالمرؤوسي وعليه في أنه يجب أن ينقل معلومات محددة من خلال وسائل الاتصال الرسمية مثل معلومات متعلقة بطبيعة العمل المطلوب من المرؤوس معلومات عن وسائل وسليب التحفيز المتاحة معلومات تهتم بمستقبل المرؤوس وأخيرا معلومات عن الوظيفة التي سيجعلها سنأتي بعد ذلك إلى طرق الاتصالات والتي يمكن تحديدها في الاتصالات الكتابية والاتصالات الشفاهية والاتصالات الكتابية من مزاياها أنها وسيلة تسجيلية دائمة يمكن لمستقبل الرسالة العودة إليها كذلك أنه بعض المعلومات قد تكون من حيث الكسر بحيث يستوجب الأمر تسجيلها الكتابة والاستلشات بها عند اللزوم كما تقدم المعلومات الكتابية وسيلة أفضل للانتشار بين الموظفين وأخيرا فإن المعلومات الكتابية تكتسب في الغالب صفة الجانب الرسمي لأنها لا تأخذ في الاعتبار الاتصالات الشفوية ثم نأتي بعد ذلك الاتصالات الشفوية كطريقة ثانية من طرق الاتصالات والتي إما تتم بشكل مباشر أي وجه الواجه بين الرئيس والمرؤوس أو من خلال المحادثات التليفونية وأهم ما يميزها أنها تقدم معلومات مرتدة بشكل مباشر من مستقبل الاتصال إلى مرسل الرسالة أو مرسل الاتصال كذلك إن الاتصالات الشفوية تتيح للمرسل التعرف على ردود أفعال المستقبل للمعلومات نأتي بعد ذلك إلى قنوات الاتصال أولا قنوات الاتصال الرئيسية نازلة وهي التي تتماشى مع خطوط السلطة بمعنى أنها تأتي من قمة التنظيم إلى قاعدته وهي المصدر الأساسي الذي يستقع منه المرؤوس الأوامر والتوجهات من رؤساء الاتصالات الرئيسية الصاعدة وهي تأتي من أسفل التنظيم إلى أعلى أي من المرؤوس إلى الرئيس وتحقق عدة أهداف أنها وسيلة رفع المعلومات العكسية والتقارير وسيلة تحمل في مضمونها مدى فهم المرؤوس للتعريمات وسيلة الإدارة لكي تعمل على تنصيق النشاطات المختلفة كما أنها وسيلة لرفع أراء ومقترحات المرؤوسين ثم بعد ذلك الاتصالات الأفقية وهي تعمل على سد نواحي النقص في الاتصالات النازلة والصاعدة وذلك من خلال إتاحة الفرص لبعض الأفراد في الأقسام الإدارية ذات المستوى التنظيم الواحد على تبادل المعلومات بهدف تحقيق التنصيق المطلوب في إنجاز أهداف المنظمة وأخيرا للاتصالات الجانبية حيث تتم بين مراكز القرارات المختلفة التي لا ترتبط بخط السلطة الرسمي سواء التنازلي أو التصاعدي أو الأفقية سنأتي بعد ذلك إلى الإشاعات كمصدر للاتصالات حيث تمثل الإشاعات مصدر غير رسمي في عملية الاتصالات وهي العملية المكملة للاتصالات الرسمية على الرغم من أن الإشاعات قد لا تكون دقيقة إلا أنها قد تعتبر أحيانا مؤشرا إيجابيا لإحداث تغيير تنظيمي ولمعرفة موقف الموظفين من بعض القضايا الهامة في العمل والإشاعات ليست دائما مضرة أو خطرة على مجال العمل فقد تكون مفيدة أحيانا للموظفين ولموديلين في المنظمة ومساعدة في تحقيق النتائج المطلوبة بعد ذلك سنتناول عوائق الاتصالات من المؤكد أن النتائج المتوقعة في حالة عدم فاعلية الاتصالات على أي منظمة هي صعوبة في تحقيق الأهداف انخفاض في معنويات العاملين صعوبة في التخطيط نظر لصعوبة الاتصالات والحصول عن معلومات وعدم وضوح السياسات والمعلومات والبطء في إيصالها إلى المراكز المختلفة من التنظيم ومن هنا سنستعرض فيما يلي أهم عوائق الاتصالات الإدارية المحتملة في المنظمات وسنتبع ذلك كيفية التغلب على تلك العوائق أولا أول عائق في طرق الاتصالات وهي لغة الاتصالات نجد أن كثيرا ما يتم استخدام عبارة هل فهمت المطلوب من جانب الرئيس والتي غالبا ما يستخدمها هذا الرئيس مع موظفيه وهي عبارة مضللة لأن المرؤوس سيجيب بكلمة نعم حتى لا يتهم بالغباء وعليه لابد أن نكون حذرين عند استخدام تلك المعلومات وتلك العبارة وعلى ذلك فإن لغة الاتصالات هي من أهم المعاوقات خاصة في الاتصالات الشفاهية أو الكتابية وعلى ذلك لابد أن يقوم المديرين باستخدام لغة سهلة تتناسب مع المستوى الوظيفي والثقافي للمرؤوسين نأتي للمعاوق الثاني وهو البناء التنظيمي كلما ازداد حجم المنظمات وتعددت المستويات الإدارية وكبر حجم الوحدات الإشرافية وتشعبت العلاقات إلى أنواع متعددة علاقات تنفيذية واستشارية وغيرها كلما كان احتمال انهيار نظام الاتصالات كبير داخل هذه المنظمات ومن الوسائل التي يمكن الإدارة استعمالها لتجنب هذه العوائق تخفيض عدد الوحدات الإشرافية من خلال توسيع القاعدة الإشرافية أو عدد الذين يمكن أن يخضعوا لإشراف رئيس واحد تفوض السلطة اعتماد للمركزين في بعض المواقع وأخيرا السماح بنوع من مشاركة الموظفين للرؤساء في عملية الإدارة المعاوق الثالث هو المركز الوظيف والاجتماعي للرئيس والذي قد يقف حائلا بين الرئيس ومرؤوسي في عملية الاتصالات حيث أن اختلاف المراكز الوصيفية واختلاف المشاعر والمصالح لدى مستقبل الرسالة اتجاه رئيسه قد تؤدي إلى سوء فهم الرسائل والمعلومات المتبادلة رابعا معارض التغيير في الوقت الذي تمثل فيه معارض التغيير صهيرة غير صحية إلا أنه شيء طبيعي لدى الكثير منه أن يقاوم أي تغيير وتنبع المعارضة عادة من الشعور بعدم الأمان أو الخوف أو القلق وعلى ذلك أن مثل هذا يشكل في الغالب عائقا لعملية الاتصالات بين الرئيس والمرؤوس إضافة إلى العواقل الأربعة السابقة هناك بعض العواقل أخرى مثل الحالة الصحية والنفسية لمستقبل الرسالة ظروف العمل غير ملائمة عدم الثقة بين الرئيس والمرؤوس عدم كفاية الوقت لدى المرؤوس لفهم الرسالة الإشاعات زيادة مركزية القرارات تواجد بؤر الصراع التنظيمي ضعف وسائل الاتصال سوء التوقيت وأخيرا قصرة المعلومات المرسلة وللتغلب على المعوقات السابقة والعمل على زيادة فعالية الاتصالات يمكن اتباع النصائح الآتية أولا يجب على مرسل الرسالة أن يتعرف على ودود فعل مستقبل الرسالة اثنين دعم القول بالعمل ثلاثة قليل من تقرار الاتصال أربعة الإنصاط للاستماع خمسة كسر حاجز الخوف والهيبة ستة التأكد من صحة المعلومات سبعة وسائل أخرى لتحسير الاتصالات وزيادة فعالياتها إنشاء نظام للاقتراحات في المنظمات يستقبل أراء الموظفين تعمق الصقة بين الرؤساء والمرؤسين إنشاء نظام أو إدارة تهتم بشؤون الاتصالات الداخلية في المنظمة توقيت الاتصالات من خلال اختيار وقت مناسب لإلسال رسالة تبسيط لغة الاتصال وجعلها مفهومة تنطول عملية الإدارية وما يرافقها من تحديل الأهداف واختيار برامج وتنفيذها ومراقبة النتائج أن يقوم المدير باتخاذ قارات يومية بعضها قد يكون روتين الشكل والبعض الآخر قد يكون لمعالجة مواقف طريقة هذه القرارات تأخذ طريقها في كل المجالات الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وفي كل النشاطات وعلى ذلك سنتناول موضوع القرارات كأحد الموضوعات الهامة في العملية الإدارية في الجزء الثاني من المحاضرات